أكدت الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاختصادية والاجتماعية لغرب آسيا إسكوا الدكتورة رولا داشتي أن دولة الكويت من الدول المتقدمة في حماية المستهلك ولها تجربة رائدة في مراقبة أسعار السلع الأساسية التي برزت أثناء جائحة كورونا جاء ذلك بعد اللقاء الأمينة التنفيذية للجنة مع وفدا من وزارة التجارة والصناع الكويتية برئاسة الوكيد المساعد للشؤون القانونية والشركات والتراخيص التجارية الدكتور محمد الجلال الذي يزور لبنان بدعوة من وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية وبهدف دعم وزارة الاقتصاد في لبنان